السلام عليكم في كل بساطة أول كنت تحلم أنك تسوي اسبرسو في البيت إلا أنك تشتري مكينة سعرها اللي أقل عن 5000 إلى يومك الموضوع هذا ولكن فيه أدوات يدوية تستعملها بسعر أرخص تقريبا هذي 275 ريال تسوي لك اسبرسو مقارب جدا شرح بسيط أول أنا قد نزلت مقطع اسمه كيف تسوي قهوة ستاربوكس بريال واحد دكينة 94 نقسمها على 240 كوب أقل من نص ريال اللي هي القهوة كانت البلاك كنت مستعمل أداة الفرنش بريس أداة جميلة إلى يومك استعملها بتقريبا الفيديو لها سنتينة وثلاثة لكن هتسوي لك قهوة سودا الاسبرسو هذي القهوة المركزة اللي تقدر تسوي فيها الأمريكانو ولا إذا بغيت سوي عايز كراميل مكياتو وتبغى تسوي سبانيش لاتيها الطاقة ذي كلها تسويها بالأداة هذي وسوي فيها أحلى اسبرسو طبعا تلقاها تلقاها تظهر ببيت التحميص خطوة جمل المحلات اللي ممكن أو المحلات اللي تففل الأدوات لمحلات القهوة فهذه محامة عندها أدوات وقهوة سادة زي هذه تأخذها منهم وبس بس إنك تروح لهم ما يسوي القهوة خلونا نشوف أداتنا العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم زي ما تبشايفين أداة بسيطة خفيفة لطيفة ما فيها أي قروشة كلها كم قطة على بعض طبعا فكرتها أن فيه جوا هنا هذا الكوب اللي تاخذ فيه القهوة حقتك اللي هو مقياس وبنفس الوقت تضغط عليه الاسبرسو حتى أنه يطلع شيء كويس هنا يتم الاستخلاص القهوة طبعا هذي يكون فيها البن تضغط عليه المواية فتطلع القهوة من هنا تتصفى وتطلع وهذا وش وراه علق دقيقة وهذا الشيء مفروض أنه يطلع معنا الحين أيوه لا يريدنا نسحبها بس فيه شوي مقاومة يسادي طبعا هذه القطعة اللي تركها بفوق هذه القطعة عشان تحط المواية هنا وتضغطها وتطلع لك قهوتك وهذه الأداة اللي تطلعها بفوق وتضغط عليها يعني شوف تصير تمسكها كده وتضغطها عشان تطلع لك القهوة الجميلة اللي بتجي بعد شوي فخلونا نجربها ونشوف القهوة اللي تطلع معنا خلو خلي الأغرال هذي على جنب تبدأ طاحنتنا يدوية طبعا أي مكان تروح تاخذ مننا قهوة ممكن أنك تقولها في المحل نفسه لو سمحت عطني قهوة مطحونة لا يحتاج تشتري هذه الأداة هذه ممتينة شوي ولكن إذا حبيتنا القهوة تشتريها وتقيد عندك ما تخرب مايروح طعمها مايروح نكهزها خلها بون خذها بون وطحا عندك هنا طيب الخطة نحط البون حقنا هنا هذه القهوة اللي معي قهوة كولومبير خلو نحطها طبعا في بعضهم اللي نظرني وليه في القهوة مختصة يقول ليش ما حطيت ميزان حطيت الأمورة دي لكن بالنسبة لي ما يحتاج ميزان أكثر منك أحب الأمور تكون سالسة وسهلة إذا ما لك خلق تعب وقروشة ما نصحك أنك تشتري الأداة هذه لأنها مرة متعبة من ناحية الطحن بتاقل وقت يعني بتاقل لك 5 دقائق 10 دقائق وانت تطحن الليل تزبط الليلة وشوي في قيلة زي كده نصر الليل طبعا الوضع شد عضلي عشان كده نقول لكم إنها متعبة شوي طيب مفروضة كمية هذة اللي معنا تكفي خلونا نحطها هنا ونشوف بسم الله لا ما تكفي يبير لنا زيادة ولا تقدر تثبتها كده على الكرش أرض عشان تثبت الكرش أسلاح سري للي ما عنده كرش ألا عينه نحط القاهوة هنا حلوين والحين الغطى يستعمل كشي يسمونه تامبر بتحط الغطى كده تضغط إذا جيت بتتعمق من وضوع بيقول لك إن الضغطة لازم منها بقوة ما يدري كمت يعني تحط هذه على ميزان وتشوف قوة ضغط يدك كم يين تطلع معاك قاوة مزبوطة بس أنا قاعدين نجرب نشوف الإنسان الطبيعي اللي ما يبغى يسوي حركات زايدة عن اللزوم وش بيطلع معاه نقفلها نحكم الإغلاق حط موايتنا فيه تقريبا إما أنك تعبيه 60 ميلي إذا بغيت دبل شوت والأربعين ملي إذا بغيت أقل طيب غطيناها الحين نحطها هنا نقفل عليها برضو فيه الموية تشوف ميزان هنا فيه أرقام بحط الموية لين 60 ملي بسم الله نقفل عليها بصوصة أول ما نحطها نبدأ نعد المدة خمس ثواني حلوين نقفل عليها وعدت خمس ثواني واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة عندنا خمس ثواني لازم نضغط الحين بشويش وبكل سلاسة وكل حلاوة لنشان يطلع نلقص برسو المزبوط يعني تقريبا بيأخذ الوقت 30 ثانية تقريبا بسم الله نضغط بحلاوة بشويش خلي ضغطة يدك متوازنة وفيها الحين بتحس بمقاومة يعني زي الحين حس الموية ترجع لورا ما ينفع أنك تسحب وترجع لورا الحين لازم تضغط وبس تكمل تنزل خلال الحين فيه قوة ضغط خلى قوة الضغط متوازنة متوازية كل شوي كل شيء إن شاء الله إنه كويس أساتر الضغط صار مر قوي بدأ تطلع بدأ تطلع كمل الضغط كمل الضغط أنا يدي بدأت تضعف تبي ترجع تبي ترجع يلا ما فيه أسبقو الغلطي أني حطيت أصبع واحد بس نكمل عليها نكمل عليها نكمل عليها لين توصل لأخير في الأخير بتحس فيه ضغط أقوى كمل وتبغط عليها بيدك يا سلام ونصبر لين تطلع قهوتنا كلها الخطة اللي سويت أني قاعد أضغط وانا جالس وحطيت أصبعي بس مفروض أني حاطي يدي كاملة حسان يجي الضغط متوازن وكويس وانت واقف تقدر تضغط بجسمك أكثر عرفت؟ فنشوفه الحين قهوتنا اللي طلعت معنا بسم الله طي خلونا الحين نجرب إيش نسوي آيس كرامل مكاتو طبعا كوب ساربوكس ما يستنى يعطيك فيه خطوط هنا فتقدر تعرف تصب الحليب إلى أين وإن لازم نصبه إلى ثالث خط تقريبا هذا الحليب كمية المطلوبة هذا الفانيلا طبعا نصيحة أنك ما تأخذ هذا الشي أنك تأخذ فانيلا من شركة مونل أنا راح تدورت عنه بس ما لقيته وهذه شكلها فإذا لقيته خذ هذا لأتأخذ هذا بس نحطه شوي هنا طبعا هذا يمشي مورك بس أنه الأفضل كوزنية الفانيلا هذاك كرامل نحطه على أطراف كذا يا سلام يا سلام طبعا على حسب بأن تبغاه كذا ولا لا أو لا هنا ثلج بعدين القهوة فهم دائما سواء ثلج بعدين القهوة وحطينا الثلج حقنا نحط فوق القهوة بسم الله يا سلام كذا واجيب ستراو حقنا ونبدأ نحرك الله 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 ما هو آيس كرامل مكاتب نفس الشكل اللي تأتيونا طبعا بيفرق طعمه ومزيد جايز مية بالمية زي ستاربوكس لان الوضع يحكم البن اللي استعمله فممكن تروح ستاربوكس تاخذ البن حقهم وتسوي نفس الموضوع بيطلع معك الله 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 طبعا الحالة ناقص شوي ليش لان هالفانيلا ذا ما في سكر زي ما قلت لكم تاخذون الفانيلا حق مونين شذا من حد مرة وجربت واخدت هذا ما عندك مشكلة لان الكرامل اللي فيه يغطي على السالفة هذي فهذه تجربتنا للأداة الجديدة كيف تسوي كرامل مكاتب بقل التكاريف يعني الأداة هذي 275 والثاني كلهم قصاروا ب400 بيقعدون معك أقل شي سنتين فبيطلع عليك بالهلل فالكوب الواحد يمكن يالله حق الحليب يا تقريبا 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 بيطلع عليك بريالة فهذه تجربتنا اليوم كيف تسوي آيس كرامل مكاتو زي حق ستاربكس اذا بدكم تسوي مشاريب قهوة علموني تحت في التعليقات مش الاشياء اللي بدك تشوفها من مشاريب القهوة هذا مشروب القهوة بالأداة الجميلة اللي أخذناها طبعا أول مرة استخدم الأداة قبل شوي معاكم فصير موضوع شوي صعب بس اتوقع لتعودت عليها تقدر تسوي قهوتك بأسرع وقت بأفضل طريقة عدلا تنسى اللايك وتنشر مقطع بين أخوياك وكذا تجبطنا يعني عشان واحد يتحمس فيديوهات جديدة وحركات بركات علموني كم معكم نفس ويدم شوفكم فيديو ثاني إن شاء الله في أمان الله يا سلام قهوة بالآخر شوفتوا اللي باقي جوا اللي الحم فيه موية فأتوقع إلا الحين ما أصبط وزنية كيف تفلتر الدنيا مصبوطة أو إنها تجيك كذا الله ما يدري عبا متجر ومره رحيبة أداة مرة رحيبة بسعر ومره رحيبة فلا عوافي يعني